السلام عليكم حياكم الله فهذه الفيديو أو هذه المراجعة بتكلم عن الـ Chat GPT كيف الذكاء الاصطناعي كيف تستخدمه وشه بعض الامكانيات طبعا أنا بحاول أنه أجزأها على سلسلة مقاطع فيديو حتى تتعلمون كيف تتعاملون مع الـ Chat GPT أو حتى نظائرة من الذكاء الاصطناعي عندنا جيميناي عندنا Chat GPT عندنا الـ Bing أو الـ Co-Pilot عندنا Groke اللي تبع إيلون ماسك عندنا كثير من التطبيقات والبرامج المبهرة عقل مدبر بالكامل وشه الذكاء الاصطناعي قبل ما نبدأ ناخذ يعني بعض الشروحات والأمثلة عليه وكيف تستخدمه أو كيف تستفيد الاستفادة القصوى من الـ Chat GPT باختصار شديد الذكاء الاصطناعي عبارة عن برمجية والبرمجية هذه يجيبون معاها بيانات كثيرة وضخمة يعني على سبيل المثال ممكن تعرفون الويكيبيديا يجيبون كل الويكيبيديا يسوون لها download بكل المواضيع والأخبار اللي موجودة بداخلها هذا يعني أنها ممكن تكون غير دقيقة 100% لكن ميزة الذكاء الاصطناعي أو البرمجية هذه أنها تبدأ تجمع وتحلل بين المقالات والمواضيع فأول ما تسأله يقول لك أيوه هذا موجود في قاعدة بيانات يجاوبك على طول فهو ما رح يخترع لك إجابة ما رح يتفلسف ما رح يتفاعل معك وراح يعتمد فقط على قاعدة بيانات موجودة يعني لو تقول له مثلا احجز لي تذكرة ما رح يتفاعل معك وراح يعتمد فقط على قاعدة بيانات موجودة ما رح يحجز لك هو عنده يعني قاعدة بيانات محفوظة ومعلومات يستند عليها عشان كده إن شاء الله رح أسوي فيديو عن مفهوم الوكلة أو الاجنت اللي يكونوا مربوطين في الذكاء الاصطناعي وهذه يعني قفزة كبيرة في الذكاء الاصطناعي تقدر تستخدم كامفا يعني تخيل تقدر تستخدم كامفا مع الشات جي بيتي في توليد الصور ما ودي أطول عليكم خلونا نبدأ وبدأنا على الحين طيب الشات جي بيتي زي ما ذكرت لكم يعني ممكن نقول عندنا عدة أوامر احنا نعطيه العدة أوامر هذه ويعطينا الإجابات أول وحدة هي الإجابة على الأسئلة فمثلا لو نقول له من هو المديع طارق الجاسر مثلا إذا يعرف رائع معناته عنده قاعدة بيانات محدثة شوفوا طلع صوري طلع من أبرز البرامج دابل كليك كافيتايم رمضان دات كوم خليك إيزي عجيب صراحة الشات جي بيتي عرف مين هو طارق وقال لك تحت وش المصادر طبعا تقدر تسأل عن أشياء أخرى تقدر تقول له مثلا ممكن تشرح لي تم التوجه إلى صنع الكمبيوتر الكمي بدلا من تطوير الكمبيوتر العادي باختصار في سطرين كده أنا حددت له يعني لا تتفلسف لا تجيب لي معلومات كثيرة تم التوجه إلى الحوسبة الكومومية لأنها تستغل خصائص ميكانيكا الكم هو عنده ذاكرة بسيطة الذاكرة بسيطة هذه خلال وقت المحادثة يقدر يفهم فأقدر أقول له ما يحتاج عيد السؤال يعني أقدر أقول له اشرح أكثر في ثلاثة سطور بيفهم أنه هذا السؤال متعلق بالسؤال اللي قبله شو أحط لي إياها بشرح تفصيلي أكثر هذه الذاكرة البسيطة يعني لو أسكر المتصفح الحين وارجع أفتحها ثاني مرة على chatgpt.com وأسأل لماذا سنتجه للكمي بدلا من العادي فما رح يفهم بيقول الكمي في إيش أنت تقصد يعني بيرجع كأنه ذاكرة جديدة لكن طالما أنت فاتح الشات معه ذاكرته مركزة في موضوع محدد تقدر تسأل عن أشياء كثيرة في نقطة جميلة يعني ممكن يجيب لك معلومات وجداول يعني مثلا هذاك اليوم قلت له اسرد لي جدول مقارنة بين هواتف آيفون مع أحدث هواتف جالكسي S25 شوفه كيف الوضع شوف searching the web فهو جاسي يبحث بمصادر طيب شفت الجدول جاب لك الآيفون وجاب لك الجالكسي حط لك كل واحد كم ميجابيكسل كم الوزن الأبعاد البطارية وهذه الأمور تمام كده نكون خلصنا جزئية طرح الأسئلة نجي عن حين للنقطة الثانية وهذه النقطة أنا أحبها وأعشقها بصراحة وهي توليد النص توليد النص يعني يحتاج تفكير ويحتاج عقل إبداع ويحتاج كوب شاهي أو قهوة وتأمل التشات جبتي في لحظة ممكن يكتب لك وأنت عاد تعدل بأسلوبك فمثلا بقول له اكتب لي مقال من خمسمائة كلمة عن مثلا حماية البيانات والخصوصية مثال الحين هذه كده يعطيني مقال مع التطور وكده وأهمية شوف حتى يحطها في براقرافات أو يجزئها تحديثات أعطاني حتى المقال نفسه حط بداخله جزئيات عشان القارئ يبدأ يستوعب النقط خلوني أقول له اكتب لي نص حلقة يوتيوب عن مثلا مراجعة لهاتف هونر ماجيك سيفن برو مدة الحلقة خمس دقائق شوفوا العبدع تمام المقدمة حط لك المقدمة أنه الثلاثين ثانية لقطة المقدمة هو يمسك الهاتف بيده ويقول إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين التصميم الفاخر اكتبها بلهجة سعودية مثلا تمام أنا بوريكم شلون وشلون هو عجيب تمام يا جماعة الخير اليوم عندنا مراجعة لوحش جديد في عالم الجوالات بمؤاصفات قوية شاشة رهيبة وكاميرات خرافية لكن هل يستاهل السعر؟ أقدر أوقف من تحت هنا وأقول غيرت رأيي هاتها بلهجة مصرية مثلا يا أخي هذا الشات جيبتيه مو طبيعي يا جماعة النهاردة معانا وحش جديد في عالم الهواتف Honor Magic 7 Pro موبايل شوف يعني ما قال هاتف فاهم أنه في مصر وإخواننا في مصر يستخدمون كلمة موبايل فيقول لك موبايل قيب بمواصفات خرافية شاشة رهيبة وكاميرات قبارة الله أنت قبار الشات جيبتيه يا أخي موضوع ماهو طبيعي كتابة شعر يعني اكتب لي قصيدة عن طارق التقني الذي يحب تسلق الجبال والطبيعة ليش أنا أكتب كده؟ يعني اشتخل التقنية في الطبيعة عشان تشوفون كيف هو بيربطها كيف يفهم أسلوب البشر من المواضيع اللي قرأها في الإنترنت وبيربط بنفسه في عالم مليء بالشاشات والرموز طارق التقني يمشي في طرق غير مسومة حب الجبال في قلبه والطبيعة تبعث فيه النبض يترك الأكواد خلفه ويصعد نحو القمم المستحيلة هذا موضوع حشا توم كروز ده فشفتوا كيف حتى قصيدة ممكن يكتب لك تقول لها خاطرة تقول لها حولي قصيدة هذه إلى شعر نبطي شعر بلحجة كذا ما عنده مشكلة يتفاعل معك يقول لك أنت وشتبي بس نقطة خرافية فعلا أنت الحين ما يحتاج تروح وتدور على مبرمج أنت بنفسك صرت المبرمج أعطيني كود صفحة HTML فيها تسجيل دخول لتغريدات حساب تارك تيكس خبرين صغيرة عن التقنية خلاص يكفي أتوقع يعني ما بي أزودها طيب إليك كود الصفحة كتب لي الكود كامل سنو طيب ما خلص شكل الكود كبير الكود كبير أوكي يلا هذا موقع تحط فيه HTML code حطينا الكود تسجيل دخول تغريدات حط تغريدات وأخبار تقنية طيب تسجيل الدخول هذا الزر شوف آخر تغريدات من طارق تيكس جديد في عالم الذكاء اصطناعي من اللي قالك تجيب عن ذكاء اصطناعي وتحديثات جديدة في نظام ويندوز مزايا جديدة من اللي علمه يعني شو كيف الذكاء اصطناعي شي مو طبيعي أبي أوريكم حتى كيف هو مبدع حتى في حل المشاكل اللي في كود برمجة عندك أنا بعدل عليه هنا يعني بأخذ الكود هذا هل من الممكن تحلي مشكلة في هذا الكود البرمجي بيقول وش هو الكود البرمجي يلا الحين بقت فلسف وبعدل بحط هنا وبحط هنا require بحط dot وهنا exit بشيع وبخليها cross dot يلا خنشوف require هنا عدلها عرف انهاء سكريبت بشكل صحيح استخدام require once الaction اي حطيتي ساوي shall يساوي في ثواني عرف وعطاك الكود أو سكريبت بشكل صحيح طيب تحسب انه بس يعني مختص بالHTML أو غيرها لا ممكن يسوي لك تطبيقات يعني اصنع لتطبيق اندرويد مهمته يجلب لي صفحة web taric lgc dot com مع الشرح اصنع التطبيق انا بغا يعطيني الخطوات فهو شف وش بيقول لك الخطوات لازم تجيب برنامج في الكمبيوتر اسمه android studio وتنشئ مشروع وتختر start a new studio project وعطاك الكود افتح ملف activity main dot xml بعدين تفتح main activity dot java وتحط فيه الكود التالي والثالث وهكذا ملاحظات بعدين يقول لك اضغط على run او shift وفتن انت يقول لك انت بغا تروح عند run تضغط عليه ولا اضغط يا اخي shift وفتن بسرعة اذا انت مرة مستعجل موضوع ماهو طبيعي نجي الحين عند وحدة من المميزات الرهيبة وهي اختصار المقالات او المواضيع تقدر تجيب لمقال مثلا خلنا ادخل هنا مثلا هذا مقال عن سامسونج لخص لي هذا المقال لصق بدال ما تقرأ كل هذا اللي فيه خمس بارغرافات اعطى كياف بارغرافين وكل واحد يعني صغير جدا تقرأه يعني بسرعة عالية نفس الشي يعني هل تستطيع تلخيص ملف pdf قم برفع الملف الذي ترغب بمشاركته واحدة من المميزات الجميلة فيه انها يعطيك على جوك يسالف ومنفتح عقله ماهو من اللي يقول لك لا والله انا المعلومة هذه هي اللي وصلتني فلا تناقشني يعني مثلا مثلا خلاص خلنا اقول له هل ستنجح التقنية في الوصول الى معالج نصف نانو متر متوقع انها تنجح لكني لا اعتقد ذلك شوف انا بابدع الحين اقول له لا انا ما اعتقد افهم وجهة نظرك يقول لك شوف ذكي يقر في صالف يعني يقول افهم وجهة نظرك في الحدود الفيزيائية وفي السبب اني اتوقع البشرية رح يتوجهون للحاسوب الكمي خصوصا لمعالج ماجورانا بيقول وجهة نظرك حلوة اكيد صحيح فيه توجه متزايد نحو الحاسوبة خصوصا مع التقدم هنا غيرت رأيه يعني فعلا هنا تحققت الحكمة اللي قول ناقشته جاهلا فغلبني وناقشته عالما فغلبته هذا هو العالم هذا هو الشات جبتي بصراحة شيء مو طبيعي ابغير رأيه ثالث مرة تمام لكن اعتقد ان الوصول الى نصف نانو متر قد يكون قريبا خاصة واننا وصلنا الى واحد نانو متر انت على حق في ملاحظتك يعني ياخي رهيب انت تحتاج اللي يقول لك دائم انت صح انت فاهم انت رائع انت احسن ما في اللي موجودين انت متميز ياخي انت وانا كلنا رهيبين والشات جبتي معنا حلو يلا اتوقع هنا يعني اخدت من وقتكم كثير بس يعني لازم اوريك كيف الاستفادة القصوى من الشات جبتي بنرجع ان شاء الله في حلقة ثانية او نخليها على سلسلة اذا اعجبكم هذا المحتوى والحلقة لا تنسون تشتركون في القناة تضعطون على زر الاعجاب وتنشرون هذا المقطع مع كافة اصدقائكم واحبابكم ويهمني رأيكم ايضا في الردود وان شاء الله رح ارد عليكم واحد واحد التقيكم ان شاء الله في مقاطع ومراجعات اخرى وفي امان الله اشتركوا في القناة